اشتركوا في القناة ورب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن لك الحمد على نعمك العظيم وآلائك الجسيم لك الحمد بكل نعمك علينا يا رب العالمين لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما تحب ربنا وترضى لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيماً وتكبيراً المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديراً وتدبيراً لك الحمد كالذي نقول وخيراً مما نقول ولك الحمد كالذي تقول ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض لك الحمد أنت الحق وقولك الحق ودعاءك حق اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك يا حي يا قيوم برحمتك نستغير فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شج ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا عبيدك بنوء عبيدك بنوء مائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك الله بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسبغ علينا به النعم وادفع عنا به النقم اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجندنا الفواحش ما ظهر منها ومعبطا وبارك اللهم لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك وأتممها علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا مسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثق الموازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر يا رب السماوات خضيئاتنا ونسألك الدرجات العلا من الجنة اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والغفلة والذلة والمسكنة ونعوذ بك من الفقر والكفر والسمعة والريال ونعوذ بك من الفسوق والشقاق والنفاق وسيئ الأسقام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلعنا به جلتك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلعنا به جلتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيلتنا واجعلها الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يسلط علينا أعشاننا وأقسم الله وعطرنا على من ديننا وفي ديننا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتونين ونسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا ظُلْمًا كَثِيرًا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهِيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهِيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إنك أنت الوها ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأذهب غيظ قلوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرى اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية واجعلنا ممن سبقت لهم منك الحسنى وزيننا وزيادة اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر